اصفرار الورق طبعا هو يسئلون عن هذه المشكلة انه على فجأة مثلا بعض الاوراق مال النبات او اغلب اوراق النبات بدت تصفر طبعا هنا عدة اسباب السبب الاول نقص عنصر الحديد هذا العنصر يكون مسؤول عن البناء الضوء فهذا العنصر اذا نقص بالنبات تبدي الاوراق تصفر عدكم السبب الثاني انه قلة الاضاءة طبعا قلة الاضاءة تسبب اصفرار الورق السبب الثالث عدكم تغير المناخ على النبتة بشكل مفاجئ يعني مثلا نقول اليوم النبتة نخلينها بمكان درجة الحرارة ب 15 على سبيل المثال فجأة بالليل اوضحاها اتغير عليه هذا المناخ صارت مثلا درجة الحرارة 30 40 او مثلا صارت 5 7 وهكذا يعني بالسالب او بالصعد فهنانا يبدين النبات يصفر الورق ماله يكون فد امر طبيعي يعني مثلا اذا الورق السفلي او الورق القديم يصفر عدكم فهذا امر طبيعي لان النبات جاي يبني ورق جديد فانتم Bug username هذا الامر يعني يكون فد امر طبيعي اذا شفتوا الورق القديم او الورق اللي يكون اسفل النبات هاي احنا نسميها شيخوخة الورق يعني هاي الورقة صارت قديمة عمرها تشبيائي فتبدي تصفر فأنتم تتخلصون من يمها لا تخلوا هوية النبات حتى لا زاحم الأوراق السليمة بالغذاء أكو ناعس تقول مثلا الأفراط بالسقي الأفراط بالسقي صحيح عمين يسبب صفرار الورق بس هذا شلون تعرفوا؟ تعرفوا أنه الورقة ما تكون بس بها صفرار وإنما يكون وياها سوداد يعني هنا سودة وصير مثل التايخة فهنا يعني أفراط بالسقي يعني عدكم مشكلة بالجذور بها عفن جذري فيسبب هذا الشيء